اشتركوا في القناة 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 الحاجة التانية احنا عندنا في نهاية الاسبوع اجتماع للبنك المركزي المصري لنجل السياسات النادية البحث تحريك اسعار الفايدة او تثبيتها التخفيض الكبير النهاردة بيخليني اغير رأيي انا كانت كل رأيي واحتمال يبقى فيه فكرة تغيير في اخر الاسبوع ممكن انا كان كل رأيي خلال الاربع اجتماعات الماضية التثبيت وكان لاخر السنة رأيي ايضا التثبيت ولكن بعد التخفيض الكبير اللي نهاردة اللي شفناه قد يلجأ البنك المركزي الى تخفيض بسيط في سعر الفايدة وان كان خلاص التخفيض تم في الشهادات وهي دي اللي العائل العائلي بيهتم بيها ما بيهتمش بسعر الاقراض والخص لكن بيهتم بسعر هو طبعا فايدة التخفيض هتكون بالنسبة للاستثمار ان هو لما ييجي يعني ياخد فلوس عشان يستثمر فيها هتكون اقل بس طبعا احنا عندنا مبادرات الوقتي موجودة وما زالت مستمرة مبادرة للشركات المتوسطة والصغيرة بقالها خمس سنين بخمسة في المية متنقصة وعندنا مبادرة نزلها البنك المركزي من بداية بالتعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام كانوا بمئة مليار وبقعدين بقوا بمتين مليار برضو بتمانية في المية متنقصة فبرضو اللي عايز يقترد مش هيتأثر قوي بفكرة نزول سعر الفايدة بس نزول سعر الفايدة هنا بقى هل هيأثر لو هبط حتى لو بربع أو نص نقطة هل هيأثر على البورصة اللي هيأثر على البورصة أحداث أخرى يعني بجانب سعر الفايدة عندنا في نهاية الأسبوع تنفيذ صفقة النيل لحليج الأخطار تمام ودي صفقة هتدخل للسوق 2.6 مليار جنيه فلوس جديدة مش مع حد اللي السهمة ده ما قوف تدول عليه تقريبا بقى له عشر سنين فما يتخش السوق 2.6 مليار في يد أفراد هيعد دخل جزء كبير منهم في السوق وده قادر أنه ينعش السوق مرة تانية لذلك أنا بقول لحضرتك الحدث السلبي اللي حصل النهاردة أثر على أسوأ العالم أسوأ العالم قريدي في قمم فطبيعي إن ما يجي له حدث تتأثر إن البورصة المصرية لسه مش في قمة لسه من بعد أزمة كورونا لا أظنش برضو أن التأثير هيبقى كبير قوي كده لأن ما فيش بنوك في مصر ومشتركة في هذا الموضوع ولا حتى في المنطقة العربية القطاع المصرفي قوي القطاع المصرفي قوي جدا وده هيخلينا طيب قبل ما نروح لسبعين خليني بس عشان أنت ذكرت أني لحليج الأقطان دايما كنا بنقول أن فكرة عقاب المستثمرين هي دي اللي بتطلع الناس من البورصة شاط بحليج الأقطان أو وقفة عن التداول ويمكن السهم كان بخمسة جنيه أو أقل قال لنا فهمه أن السهم بقى بخمسين جنيه الوقت هتم تسويته بعرض شراء خمسين جنيه لكن لو واحد جاي يقول لك أنا سايب خمسة جنيه من عشر سنين لو كانت اشتغلت لو عنده مئة سهم لو كانت اشتغلت في البورصة كانت عملت كام اللي هي احنا بنتكلم دايما الاقتصادي الفرصة البديلة بيفكر فيها هل العرض ده واقعي؟ هل العرض ده مجدي؟ ولا عشان هم محبوسين في السهم خلاص هم مضطرين يبيعوا يبيعوا؟ العرض في ظل الظروف الحالية أنا بعتبره هو عرض مغري للمساهم رغم أن سعره بخص السعر بخص ومجلس الإدارة قال كده في بداية الأسبوع تمام اجتماع مجلس الإدارة قال أن السعر متدني السعر لو قررناه بقيمة الأصول اللي في الشركة أيوة قيمة الأصول أعلى من كده بكتير طبيعا ولكن نظرا للظروف اللي احنا فيها وحبسة المساهمين لمدة عشر سنين مفيش عرض بديل يعني هو العرض بخص عارف لو تقدم له عرض بديل منافس هيحصل مزاد طبعا والموضوع ده أنا عشته تقريبا من 25 سنة أو 23 سنة شركة العمرية الأسمنت بدأ عليها المزاد ده أنا فاكر ساعتها بـ 54 جنيه جات شركتين علمياتين زايدوا على بعض وصل السعر إلى 84 جنيه لكن في حالتنا دي ما فيش شركة بديلة بتنافس طب هو سؤال ليه ما بنعملش عليها مزاد ليه ما بنشوفش عروض بديلة للي يشترك حال المستثم ما فيش مستثمر يقدم بـ 2.6 مليار جنيه النهاردة العرض مش قليل العرض بـ 2.6 مليار فلازم مستثمر عنده هذي السيولة اللي يقدر يتقدم بيها وبعد كده هيضخ في الشركة فلوس أيضا عشان يبدأ يستكمل ويشغالها ويبدأ يستثمر فيها على أساس يرجع له عائد على الاستثمار والعائد ده ممكن يرجع له بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين فده مستثمر لقى دي فرصة جيدة جدا للاستثمار أصول قيمتها عالية لو أقدم عرض شراء بسعر مناسب للوضع الحالي رغم أنه بخس لكن مناسب لظروف كورونا ظروف السيولة الظروف السيولة الأوليلة في السوق ظروف الناس اللي محبوسها ده على 10 سنين وعايزة تخرج بأي سعر فكل الظروف دي قدت إلى هذا العالم طيب هو السؤال هنا بقى والله هيكون مرتبط بالموضوع ده طبعا احنا عارفين الطرحات الحكومية اللي احنا كنا نتكلم عليها كان فيه إعلانات عنها وكان فيه تقييمات وحصل تقييمات وكلام على فكرة التقييم الحكومة عايزة ايه طب السوق يقول ايه والعرض والطلب لما ينزل عرض زي ده زي بتاع النيل الحليج الأقطاع هل ده يأثر على العروض التانية فكرة ان ان احنا لما نيجي نطرح بعد كده الشركات وحاجات قوية زي البنك القاهرة زي اسكنو التعمير زي 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 عندنا قطاعات كتيرة كانوا بيتكلموا عليها بالذات الشركات اللي من برى البورصة تمام ده هيأثر عليها وهيأثر على السوق كان لابد على الحكومة انها تستغل هذا الموقف ليه الحكومة كانت شايفة ان فيه 2.6 مليار جنيه دخل السوق كان لازم تطرح وسيولة كاملة سيولة بيور زي ما بيقول كان لازم تطرح طرح كبير بـ 5.6 مليار هيتغطى فلو كانت الحكومة استغلت اللقطة دي وبدرت بطرح كبير زي بنك القاهرة في نفس الوقت معها في نفس الوقت مع تنفيذ عرض النيل الحالي كان هيضمن على الاقل ان فيه 2.6 مليار سيولة فعلية مش هتخرج من السوق هتقعد في السوق بس طبعا بشرط ان كان ينزل اكتتاب كبير في قطاع نشط بسعر مضاعف ربحية جذاب ده كان هيجزب سيولة كبيرة جدا من جوة السوق ومن بره السوق ولكن الحكومة مستغلت وشو الحكومة عمالة تأجل في الطرحات ومأجلة لغاية السنة الجديدة التأجلات دي احنا بقنا 34 في التأجلات دي مش عارفين هينفر طب هو السؤال برضو احنا بنتكلم على تقييم الشركة يعني حضرك بتقول ان الشركة وهي قالت وبتقول ان السعر بخص هنا ما يخوفش اي مستثمر بعد كده ان انا لما اجي اطرح شركة حكومية اطرح اسهمها في السوق ان ممكن السعر يكون بخص او ان ما تكونش دي قيمتها الحقيقية او قيمتها العدلة زي ما بنقول ويخوف الناس المستثمرين اللي هيشترهم واللي هيستثمرهم فيه معامل تسعير عالمي اسمه مضاعف الربحية طبعا مضاعف الربحية ده معامل تسعير في الاسواق وفي البرصات مضاعف ربحية السوق المصري في الوقت الحالي قليل مضاعفات الربحية في الاسواق العالمية تتخطى عشرين مرة احنا بيدور حوالين ثمان مرات بعد ما كان خمس مرات او ست مرات وصعد في الخمس شهور اللي فاتوا طب انا عايزك برضو تفهم الناس سريعا فكرة مضاعف الربحية يعني الربح اللي بيجي من السهم ده هيغطي سعره في كم سنة انا النهاردة هشتري سهمة بعشر جنيه وهو السهم الشركة بتكسب جنيه في السنة تمام وبقى يغطيلي العشر جنيه دي في عشر سنين فبنقول انه مضاعف الربحية عشر مرات يعني اقبض الجنيه ده عشر مرات عشان يغطيلي العشر جنيه فمضاعف ربحية سول مصر قليل تمانية بس هو سبب الظروف اللي احنا موجودين فيها المضاعف ده هيبقى جاذب للإستثمار الحكومة لازم تكون تاجر زكي مش شرط التاجر يكسب في اول باعة ممكن يكسب في البيعات اللي بعد كده لكن اول باعة دي يحاول يكتذب بيها الزبون يكتذب العميل يكتذب مستثمر جديد عربي واجنبي ومصري ونرجع بالذاكرة لألفين وخمسة الحكومة كانت متوقفة عن برنامج التروحات من بعد سنة سبعة وتسعين وبرنامج اللي اطلق عليه ساعتها برنامج الخاص خاصة توقفت تماما لغاية ألفين وخمسة في ألفين وخمسة بدأت تطرح سيدي كرير لقيت اقبال غير عادي طرحة أموك لقيت اقبال غير عادي ام طرحة الطرحة الكبيرة للمصري الاتصالات تغطى حوالي تلاتين ضعف ليه؟ لأن العملاء كسبوا في طرح سيدي كرير خمسين ستين في المية كسبوا في طرح أموك مية في المية في اسبوع فده كله شجع على الدخول فيه اكتتاب جديد فانا بقول انها حتى لو نزلت بسعر مناسب هتكتزب عملاء جدد لطروحات اللي بعد كده فتقدر تنفذ البرنامج اللي عايزة سندون اطلب منك تنفذ برنامج طروحات يتخطى لربعمائة مليار في الخمس ست سنين اللي جاي فعشان تنفذوا لازم يبقى لازم تبدأ ولازم يبقى عندك قاعدة انها كنت تجيب مستثمر جدا خلينا نرجع للمؤشرات يعني هشعفين مؤشر التلاتين النهاردة على فترات الصعود السابقة هو كان بيصعد بخطوات ضعيفة جدا بنوصل لـ 12 ماكسما وصلنا لها 12 ومية 12 ومتين تقريبا 11 بس عدينا الـ 11 لغاية 11 500 يعني ومزلنا وقفين عند الـ 11 والـ 11 500 بنزلنا متزبزبين في الرجوع النهاردة رجعنا 10 900 يعني أتمنى ما تنزلش كتر من كده هنقف عند الـ 11 برد لكن السابعيني عمل طفرة كبيرة جدا في بعض الأسهم 300 و400 و500 وفيه أسهم 600 شايف تأثير الهبوط النهاردة على المؤشرين إزاي وده دلالته إيه برده اللي صعد أكتر هيهبط أكتر إي جي إكس 30 ممسوك من الساهم القيادي البنك التجاري الدولي اللي أيضا بنك الأهلي وبنك مصري بيشتروا فيه باستمرار ففيه عنصر مؤسسي وازن السوق في إي جي إكس 30 لذلك زبزبته مش عالية إي جي إكس 70 كانت شهيدة المخاطرة عند الأفراد عالية بشكل غير عادي فخلت إي جي إكس 70 يصعد لرقم تاريخ لم يحققه في تاريخه منذ أدرك في البرز فلذلك هو أكتر صعودا هيكون أكتر هبوط لذلك النهاردة لما تهز السوق الأسهم القيادية برضو موزونة حافظت نفسها بعض الأسهم الأفراد نزلت بشكل كبير مبالغ فيه بسرعة لعشان هي كان صعودها أعنف فلذلك أنا بقول زي ما كان الصعود لإي جي إكس 70 أقوى من إي جي إكس 30 في حالة الهبوط هيكون إي جي إكس 70 أعنف من إي جي إكس 30 في هبوطه إي جي إكس 30 هيفضل موزون بالمؤسسات المؤسسات طيب في بعض الناس بتقول بعد تعديل قياس إي جي إكس 70 إنه هو بقى محدد السعر يعني حسب الأسعار مش زي الإي جي إكس 30 فخلاص كل واحد بقى شايف المؤشر صحيح بقى يقرأ مؤشره هو المؤشر بقى بيعبر عن الأسهم اللي جواه ما عادش متأثر بسهم ولا اتنين صح فده مخليه إنه هو برضو فتح شهية المستثمرين خلاص بقت الأمور واضحة قدامي التلاتيني إحنا عارفين إنه تركبته كده وعارفين إنه هم منقدرش نغيره عشان إحنا مسوئينه برا كده بس مازال ناس كتيرة بتشتكي من طريقة الحساب دي أنا مع حضرتك وإحنا أياما ندينا معاكو هنا بقى أنا يمكن من الأيام الأزمة العالمية في 2008 بقى لي 12 سنة بقول يجب تعديل هيكلية حساب مؤشر إي جي إكس 30 المعادلة بتاعته 3 بنود هنضف لها بند رابع يبقى 4 بنود يزبط العملية المعادلة حاليا القيمة السوقية السعر الربح أنا هضيف حاجة واحدة هضيف عدد الأفراد اللي بيتعاملوا على السهم يوميا يوميا عشان يوزني ما بين وزن الشركة وربحيتها ووزنها وعدد الأفراد ما بقاش عندي سهم إذا البنك التجاري وزنه 40% وبيتعامل عليها 6-7 سنة دي في حين عندي سهم أي سهم من أسهم الأفراد اللي بـ 50-60 نيرش دي بيتعامل عليها يوميا مشاهد من 3-4000 مستثمر يبقى إذا ما مهملش وزن الأفراد جوه تركيبة السعر فلازم يبقى أضيف وزن الأفراد مع وزن السهر ده يعدل لي المعادلة يخلي لي المعادلة معبرة هم حاولوا تجاوزوها وعملوا عديد من المؤشرات ده أخرى 30 كابد الأخير كتير محدش مهتم بمؤشرات 50 و70 و30 و100 و120 أرقام كتير جدا محدش مهتم غير هو إيجيكس 30 لأنه هو المسوق إعلاميا حرك في النشر النهاردة أريت إيجيكس 30 صعد أو هبط وأريت إيجيكس 70 فهما دول الاتنين اللي عليهم العين بقية المؤشرات تركيبة محدش بيبصلها فلازم أعدل هيكلية حساب مؤشر إيجيكس 30 زي ما عملنا في 70% طيب خلينا أتكلم عن 70 شوية لأننا يعني أنا شخصيا شايف أنه هو ده الشيء للسوق هو ده السوق الحقيقي الوقت في أسهم ما زالت مع برضو التفارات اللي حصلت ما زالت سعرها أقل من 2008 بكتير صح وأسعارها السوقية وقيمتها السوقية أكتر بكتير وكل مرة بقول عندنا شركات بترو كيمويات وعندنا شركات قطاع عمل عام وحليج ومطاحن ده شركات قوية كتير وشركات خاصة برضو تقيلة وعندها تحليل مالي كويس جدا هنا فكرة الاستثمار لو قلنا استثمار متوسط الأجل استثمار قصير الأجل للأفراد وشايفين سنديق ده خلت هل ده هيساعد المؤشر أنه يطلع أكتر من كده ولا محتاجين برضو تغزية السوق بشكل جديد أنا عايز أقول ما ينفعش أقارن صح بغلط ما حدث في 2008 وعند المؤشر 12 ألف نقطة كان غلط ليه؟ كان عندي مضاعفات في السوق مضاعفات ربحية ألف مرة تعايح لسا بنقول مضاعف ربحية عدد السنوات اللي تعدي لما أخد فيلوسي معنى كلمة ألف مرة يعني أنا هنتظر ألف سنة على ما أرجع فيلوسي ما حدش يعيش ألف سنة فما حدث في 2008 والمؤشر عند 12 ألف ده كان غلط فما ينفعش أقول الساعة من النهاردة بتلاتة جنيه وكان في 2038 بتلاتين ما هو في 2038 ده كان غلط ولكن الصح هو ما يحدث حاليا إعادة تسعير بقى إعادة تسعير للأصول والأسهم إنها تحاول إنها تاخد قيمتها العدلة لذلك لقينا في أسهم فعلا طلعت 400% و500% زي ما حضرتك بتقول ولسه بنقول عليها رخيصة لأن أصولها أعلى من كده لكن في 2008 كانت متجاوزة تقييماتها وتقييمات أصولها ومضاعفات ربحية بشكل مبلغ فيه فأنا ما ينفعش أقارن صح بغلق بس بعض الناس بتقولك إن مثلا شركات عندها أصول مالية كتيرة بس هي أداءها ثابت ما بتعملش المضاعفة أداءها الصناعي ثابت وإنتاجها مش هنقول بسيط بس يعني ما بتديش بقية ما بتوزع كبونات فري يعني بترضي عملائها بشكل بسيط وهنا الفكرة إن تقييمها السوئي هل هو صح إن السعر ده هو التقييم السوئي على الأصول ولا على أداء الشركة ولا الاتنين مع بعض أنا بشكرك على الملاحظة دي دلوقتي لو شركة عقارية أقيمها على أصولها لكن ما توقع الشركة الصناعية وأقول عصل الشركة دي عندها أرض تسوي كذلك الأرض دي أرض صناعية منشأ عليها منشأة صناعية ما أحسبهاش في تقييمي أنا أحسب إنتاجها ربحيتها كوبونها مضاعف الربحية أسوء توزيح مجيش الأسهم العقارية أنسى العقارات اللي فيها وورح أ الأسهم الصناعية وقيم العقارات اللي فيها الآن الأسهم العقارية نفسها ما بقيمش العقارات اللي فيها بالشكل ده سواء الأراضي يعني ما دين نصر المصق بينما romp اهس في الحجات الصناعية بنقيم أصول المكان أن أقيم القدرة الإنتاجية وقدرة التطور في الإنتاج والربحية بتاعتها دي لقيمها لذلك في بعض الأسهم سعدت حوالي 300-400% أنا هنا بحذر من صعودها على الأساس العقاري فقط لازم هي بتصعد أقيمها على أساس نشاطها نشاطها هي بتنتج يبقى الانتاج بتوزع كوبونات أرباح فما ينفعش أن أنا أقيم الأراضي للشركات الصناعية واضفها للساعد لأن الأراضي أساساً اللي في الشركات العقارية ده احنا مهملنا تحضر لك مدينة نصر بتلاتة جنيه بالميلز بجنيه وتلاتين قرش وعندها أراضي 30 مليون متر و10 مليون متر مصر الجديدة اللي كانت الحكومة عايزة تبيع حصة منها فيها 30 مليون متر مخزون أراضي سريعاً كده شايف أن احنا مازلنا مرتبطين بالبرصات العالمية وشايف المؤشر الفترة الجاية إزاي بحكم التاريخ الأسواق كلها ترتبط مع بعض في الاتجاه الهابط ولكن في الاتجاه الساعد بترفص فلما يبقى فيه هزة كبيرة في الأسواق العالمية ده بحكم التاريخ كلها مع بعض فلذلك النهاردة ما حصل هزة الصبح في الأسواق الأوروبية كل العالم معاه العربية والأسيوية والأمريكية والأمريكية فهو ده بحكم التاريخ احنا مش هنغيره ولكن بعد كده بتنفصل احنا المفروض كنا ننفصل عن الأسواق العالمية لسبب هم حقققوا قمم تاريخية ونزلوا وربعوا لها تاني صحيح احنا عما حققنا قم منزلنا ما رجعنا لها تاني فلسه معانا مشوار مثلا كنا بقول ما زالت البرصة المصرية الخيصة رغم صعوب بعض الأسواق بشكل كبير طيب شايف الفترة الجاية إزاي يعني الناس كنت بتتكلم إنهم عندهم أمل حتى يمكن في الحلقة اللي فاتت مع بعض كنا بنتكلم إن احنا على آخر السنة ممكن نوصل للخمستاشر تمام ده بتقول العشرين تمام هنشوف ده إمتى وهنشوفه إزاي عندك الأسبوع ده زي ما قلت لك حدثين أقوية حدث سعر الفايدة لو تم تخفضهم بالخميس وإن كان خلاص احنا خفضنا الشاهدات الشاهدات خلاص فده هيبقى تأثيره الحدث الثاني 2.6 مليار جنيه بتوع صفقة النيل دخل للسوق ابتداء من الأسبوع الجاي الحاجات ده هيبقى لها تأثير قوى على السوق الحاجة الثالثة السوق مازال فيه بعض مؤسسي في مؤشر جايكس 30 فده مسك السوق ووزنه معادش الهبوط بيرعب النازل زي زماني يعني النهاردة كله هبوط 60-70 نقطة معادش فيه الرعب بتاع زماني كنا بننزل 50 نقطة و60 نقطة تلاقي ورق مدون 10 مئة دون احنا حتى اليوم رغم هبوط السوق فيه حوالي 4-5 أسهم صعدة بالنسبة القصوى 10% أب رغم أن السوق النهاردة كان هاض تمام أنا بشكرك أستاذ وائل عناب خبير أسواق المال شكرا جزينا على هذا التحليل وشرفتنا دايما شكرا لك شكرا شكرا لك شكرا شكرا لكم شكرا لمنصول لحضراتكم على امتابعة مؤشرين نيل نعمل مع البرتسة المصرية لتحليل أكثر وقعية بنطل لكم تحيات فريق العمل لتحيات حسن مدينة حطر إلى اللقاء